السلام عليكم ورحمة الله لو انت مسافر في اي دولة اوروبية او دول امريكا الجنوبية والدول دي ملان لحم خنزير وانت بخاف تاكل لحم الخنزير فانصحك تعمل مساقعة او طعمية انا انا اردى عملت مساقعة ازاي انك تعمل مساقعة ماشي البتنجان والبطاطس وكل حاجة والبهرات يلا بينا نشوفها نعملها ازاي صاحبي حتجبها صلايا وتقطعها وتحمرها ماشي في شوية زيت او شوية سمن على كيفك ماشي وتحط عليها اللي ايه الفلفل اللي اخضر وشوية خل بس ما تكترش شوية خل بدي طعم جميل جدا والله شوية تغلي صغيرة يعني ماشي وتسيبها لما تتحمر ما تتحرقش يعني تتحمر وتجيب الصلصة بتاعتك وتحطها عليها ماشي هتحط مع الصلصة يبقى البهرات بتاعتك ماشي وبعدين تحط اللي بتنجان والبطاطس والفلفل اللي انت حمرتهم عالصلصة ماشي ايه هي البهرات بتاعتنا بقى فلفل اسمر وتوم بدرة وبصل بدرة وكمون ومكعب ماجي ماشي خل الملح للاخر يعني خل الملح انا بفضل الملح للاخر يكون افضل البهرات دي كلها بتحطها مرة واحدة معاهم انا عارف والله العظيم ان انتوا اسادزة واحسن مني بس انا يعني ده اللي انا عملته يعني ده اللي انا عملته شوفوا الطريقة شوفوا اهو شوفوا الصحي قدامكم وعملت ازاي بسم الله ما شاء الله حاجة في منتهى الروعة لان انا روحت مطعم قبل كده وجاب اللحم خنزير بالغلط وانا مكت عليه ما بكلش خنزير عملت مشكلة والله ومكلتش وخدت الفلوس تاني جربوا المساعة يا جماعة جميلة جتنا بالهنا وشي انا بحب التقبول عامة يعني دي طماطم والبرغل ومعطاعت معاها خضرة واعطاعت معاها بصلاية وخلطتهم مع بعض جميلة جميلة جدا يا جماعة اجربوها السلام عليكم اني معرفوش انا علاية دي سور مصر عايش في امليكة الجنوبية اشتركوا في القناة حلف العالم مع بعض